السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن الآن سوف نبدأ الدرس الجديد رقم 29 صفحة 188 مستوى السبتدائي نحو التناسبية العلاقات العدادية فيغلا بربورسيوليتي لغولاسيون نيميريك لنبحث ونطبق الآلة العجيبة تحول أعداد الخانات اليسرى باستخدام علاقات الإضافة والضرب أكتشف هذه العلاقات ثم أعتبقها على أعداد الخانات اليمنى نعم يدينا في هذه الآلة استعملنا علاقات الإضافة والضرب بهذه الأعداد على اليسرى إذن واحد علاقة واحد مع واحد نعم جيد واحد زائد لا شيء سفر يساوي واحد أو واحد ضرب واحد واحد نعم اثناني مع ستة نعم اثناني زائد أربعة ستة أو اثناني ضرب اثناني ضرب ثلاثة ستة ثلاثة مع ثلاثة نعم ثلاثة زائد صفر ثلاثة أو ثلاثة في واحد ثلاثة ضرب واحد ثلاثة أربعة مع اثنى عشر وهكذا إذن دائما العلاقات لدينا هنا واحد مع واحد 3 مع 3 5 مع 5 7 مع 7 وهنا 2 مع 6 4 مع 12 6 مع 18 إذن هنا يوجد علاقة 2 علاقة 1 W1 و علاقة 1 W2 إذن 1 مع 1 4 مع 3 مع 3 5 مع 5 7 مع 7 دائما نجد نفس العدد في كتة الحالاتين إذن نقول أن العدد مضرب في 1 درب في واحد او زائد صفر وهنا اثناني مع ستة نقول اثناني زائد اربعة ستة وهنا اربعة زائد اربعة ليست اثنى عشر بل ثمانية اذا في هذه العلاقة اثناني مع ستة اربعة مع اثنى عشر وستة مع ثمانيا نجد بان نضرب في ثلاثة اثناني ضرب ثلاثة ستة اربعة ضرب ثلاثة اثنى عشر وستة ضرب ثلاثة تمانية عشر إذن هنا نستخرج بأن هناك هالعلاقة بينهما الضرب ضرب في 3 بما أن مقالرا لنا علاقة الإضافة والضرب إذن نستغني هنا على الضرب ولنhetto يمكن نقل 1 ضرب 1 نقل 1 ضرب 0 عفوا 1 زائد 0 1 3 زائد 0 3 5 زائد 0 5 إذن ومن هذا نستنتج للمرار من 1 إلى 1 استعمل العلاقة زائد 0 أو العلاقة ضرب واحد نعم وللمرور من 2 إلى 6 استعملنا العلاقة ضرب ثلاثة بما أننا سوف نستعمل الإضافة والضرب فقد استعملنا في العلاقة الأولى الجمع الإضافة والمرحلة الثانية الثانية إذن العلاقة الأولى إضافة زائد إضافة صفر والعلاقة الثانية الثرب في ثلاثة إذن نكتشف هذا ونقوم بنفس الطريقة في هذه الخانات في اليمين إذن لدينا هنا تسعة مقابل مع واحد إذن نقوم بإضافة صفر تبقى تسعة 15 تبقى 15 21 تبقى 21 37 تبقى 37 لأننا سوف نضيف الصفر لن يتغير شيء 12 12 ضرب ثلاثة 2 ضرب ثلاثة 6 إذن 12 ضرب ثلاثة 36 4 ضرب ثلاثة 12 إذن 16 ضرب ثلاثة 48 6 ضرب ثلاثة 18 إذن 28 ضرب ثلاثة 4 أولا تبرع كل من سميرة وأحمد وعبد الله وفاطمة بمبلغ خمسون درحما لجمعية خيرية تعنى بداوي الاحتياجات الخاصة وحددوا العلاقة العددية أضيفوا أو أطرحوا أو أضربوا أضربوا ثم وتسمموهم الجدول كل من هذا التلميذان أو الأطفال سميرة أحمد وعبد الله وفاطمة تبرعوا بخمسون درهم للواحد كل ملياني للواحد المبلغ الذي يتفر عليه قبل تبرعين قبل أن يتبرعوا كان لهم كل واحد له مبلغ من المال وكل واحد تبرع بخمسون درهم إذن كم يتبقى له إذن ستمية وخمسون سميرة ستمية وخمسون تبرعت بخمسون درهم بخمسون درهم يتبقى لها ستمية درهم أحمد خمسمية درهم تبرع بخمسون درهم تبقى له أربعمائة وخمسون درهم عبد الله سبعمائة وخمسون درهم تبقى له سبعمائة درهم وفاطمة ثلاثمائة وخمسون درهم تبقيت لها ثلاثمائة درهم إذن العلاقة بين السطر الأول والسطر الثاني هو علاقة ناقص خمسون دائما ننطرح خمسون من هذا السطر ونجده السطر الثاني رابعا اتفق أمين وحمزة على استبدال قطع النقدية بطوابع بريدية ولو بطاقة العلاقة العددية المناسبة واسمهم الجدول إذن ماذا لديه هنا استبدال حمزة طوابع بريدية عدد طوابع بريدية في الجدول هنا لدينا طابع بريدية واحد عدد القطع من فئة واحد درهم خمسة درهم يعني كل طابع واحد يساوي خمسة درهم واثناني تساوي عشرة إذا العلاقة بين واحد وخمسة والضرب ضرب في خمسة واحد في خمسة خمسة واثناني ضرب خمسة عشرة إذن العلاقة المناسبة أو البطاقة التي يجب أن ألونها هي الضرب في خمسة هذه هي البطاقة أتمم ملء الجدول بعد تحديد العلاقة العددية سن مريم سنة 2008 و سن مريم سنة 2018 يجب أن نلاحظ جيدا أن بين 8 و 18 هناك 10 سنين 2018 ناقص 2008 تساوي 10 سنوات حسن جدا إذن سنة 2008 عمرها سنة واحدة كم سيصبح عمرها سنة 2000 و سنة 2018 دائما نقوم بإضافة 10 يصبح لها 11 وهكذا 12 13 14 15 16 17 إذن علاقة العددية هي إضافة 10 دائما نضيف 10 سابعا أملأ جداول بعد تحديد العلاقات العددية كما في المثال انظروا إلى المثال جيدا 5 5 نضرب 7 تساوي 35 إذن نقوم بالنسبة العملية 7 ضرب 7 49 9 ضرب 7 63 10 ضرب 7 70 هنا علاقة الضرب 10 17 العلاقة بينهما نعم 10 مع 17 ليس هناك علاقة الضرب 24 24 7 31 35 7 22 40 جيد 42 ضرب عدد يساوي 0 أو عدد إذن دائما خارج يساوي 0 إذن دائما هذه العدد مضرب في السفر إذن سفر أنصر مص إذن 25 ضرب سفر والثمس كل هذه العدد تساوي السفر بالنسبة للثمارين الثماني وثلاثة هذه التمارين سوف تنجزون في دفتر الدعم مجموعة عدد السطر الأول يساوي مجموعة عدد السطر الثاني أنجز العمليات في دفتري في دفتري ثم أملأ الخانات الفارقة نرسم الجدول وأنجز العمليات في الدفتر مطلب منكم إن شاء الله في حسن التمارين أقرأ البيانات ثم أنجز العمليات في دفتري أطرح 111 من 1111 أضيف 11 إلى الفرق المحصل عليه ثم أطرح واحد من مجموعة حصل عليه ما هو العدد سأحصل عليه يعني الجواب واحد من هذه الأجوبة ولو أن بطاقة المنازبة يتضاعف سكان أحد المداشر المغربية مرتين كل 20 سنة ولو أن بطاقة العلاقة العددية ثم أسممهم الجدولي بعد إنجاز العمليات اللازمة في دفتري طبيعي الحل دائما العمليات وإنجاز السمري في الدفتر ثم ألاحظ وجدائين واحد واثنان نعم ثم أسمي وجدائين ثلاثة وأربعة تنوذ العمليات نعم دائما أضرب في 11 قد تضربنا جيدا في أضرب في 11 ولكن نحن تضربنا في عددين نعم نضرب عددين يعني 22 في 11 نقوم بفرق اثنان هنا واثنان هنا ونقوم بالجنب بينهما في الأسفل في الوسط عفوان وهذه الطريقة أخرى نتبه إليه جيدا وقوموا بإنجاز السمري إذا نوفقكم الله وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر